الخوف ما هي من البصمة الوراثية ؟ البصمة الوراثية لما تظهر الغانون ما تظهر لحنا البحث نقعد نعمل بالبصمة الوراثية نأخذ أذن من ناوب العام ونشتغل الإدارة عامة الأدلة الجنائية عندهم عمل البصمة الوراثية بس هذا الغانون husband الالحين اللي صدر هذا الشكل له خاصة اعطاها سرية تبعيتها لوزير الداخلية ما هي تبعيتها الأدلة الجنائية غانون البصمة الوراثية يعني أنا أدعو أي مواطن يبحث عنه ويقرأ الغانون يرى العقوبات على الموظف يمكن تقريباً بس خمس موظفين هم اللي يقدرون يطلعون على المعلومات هذه السرية وبعدين أي إفشاء بأي معلومة يعقب عليها الغانون حط له مواد غانون عقوبات صارمة ما هي عقوبات سهلة وإذا رفض أحد أن يسوي البصمة الوراثية الغانوني قلت حكم سنة أو عشرة ألاف أو عقوبتين إذا رفض أحد يسوي البصمة الوراثية بعد صدور الغانون المفروض لا يرفض لأنه سيحول على الجهة التحقيق وفيه عقوبة له قبل صدور الغانون من حق المواطن أن يرفض ولا فيه سلطة تجبرى لكن بعد صدور الغانون خلاص مجبور أن ينفذ الغانون طيب أقول لي مثلاً صارت لها ظروف يعني ما سوى البصمة الوراثية أو معاملات الجواز الإلكتروني اليديد يعني ظروف أو كبير في السن شو تسو لهذا؟ طبعاً قتلة حسب الغانون راح يحلجها التحقيق هي مسؤوليتها التحقيق الغضاء عندنا هو اللي يحكم فيه مو عن نحن اللي نحكم اشتركوا في القناة